انا اسفة او انا اسف هاي الكلمة المكونة من اربع حروف بتصعب على كتير من الناس وحتى في فئة مستحيل تسمع هالكلمة منهم طول حياتهم بينما في فئة اخرى بتعترف فورا باخطاءه وتعتذر عنها وطبعا كلمة كبر موقع الانسان وزادت نجاحاته وشهرته وكتروا المحبين حواليه كل ما بيلاقي صعوبة اكتر بالاعتراف بخطأه لكن دايما في استثناءات وكتير من المشاهير عندهم اخلاقيات عالية بتخليهم يتعاملوا مع جمهورهم بشكل كتير طبيعي بدون اي تعالي والضرورات فرضت على بعض المشاهير بانهم يعتذروا من الجمهور بدون خجل وبكل صراحة وشجاعة ابرز المعتذرين كانت شيرين يلي اضطرت تقول اسفة لمصر ولجمهور مصر بعد ما قالت على هامش غنائها مشربتش من نيلها حيجيلك بالهارسيا وهالكلمتين كانوا كفيلين بهجوم مصري كبير عليها وحتى منعها من الغناء بمصر وبوقتها ما لقت شيرين طريقة الا انها تعتذر لحتى تطوي هالصفحة فنانة غادة عبدالرازق اضطرت هي كمان ان تقول اسفة لجمهورها بعد ما ظهرت بفيديو وموسيق وقالت اسفة يا جمهوري اسفة يا بلدي سامحوني لست ملاكا بيبقى الخلاف بين اصالة وانغام هو مثال حي وواضح حول موضوع الاعتذار ويلي بادرت بالتأسف كانت اصالة بوقتها لما كتبت من دون مقدمات بدي اقدم اعتذار للغالية الصديقة انغام لاني اخطأت التأدير لكن طبعا انتهى الخلاف هون فبعد الاعتذار والمسامحة بين التنتين رجعوا اختلفوا واعتذروا وسامحوا بعض وطبعا بعدها رجعوا اختلفوا وطبعا في اعتذارات تانية لقضايا ابسط شوي مثل اعتذار مايا دياب من جمهوره بعد ما طلت بفستان غير لائق مكشوف شوي بالنسبة للإيفنت واعتذر محمد رمضان من جمهوره الجزائري بسبب فيديو انفهم بطريقة غلط بكأس العالم وبالمقابل في فنانين اعتذروا عن ذنوب ما اقترفوها فشيماء سيف مثلا اضطرت تعتذر من الشعب السوداني بعد تجسيدها لدور بنت سودانية بتسرق من الناس واعتذرت رغم تأكيدها بانه ما تقصدت الإهانة لا للسودان ولا لأهله وحتى العندليب الراحل عبدالحليم حافز اضطر انه يعتذر من الجمهور بسبب انفعاله بحفلة غنفية اخر اغنية لإله قارئة الفنجان وكان يومها عم بعاني من مرضى قوية وخانته عصبيته بعد ما اشتد المرض عليه فوقع بفخ الخطأ وصلحه بالاعتذار الاعتذار هو مبادرة بتدل على الوعي الكافي ومحاكمة الذات هو اول خطوة بطريق السلحة ومسار التطوير وقبل كل شيء واهم شيء بنفس الوقت هو اعتراف باحترامك للاخرين وحرصك على وجودهم بحياتك فانا نايا الاندلوس بدوري وبختام هالفقرة بديكون جريئة وقلكن باعتذر اذا شي مرة نقلت لكم اخبار ما كانت كتير حلوة او زعلتكم على فنانين انتو بتحبوهم اما بعد فهلأ يا اصدقاء خبروني انتو هل الاعتذار يا ترى سهل بالنسبة للكم او مهمة صعبة ناترى جوابكم بصفحاتنا على السوشال ميديا اشتركوا في القناة